كنيسة القديسين ماري مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالأسكندرية اجتماع الأسرة تحت إشراف أباء الكنيسة يقدم سلسلة بعنوان المشاكل الزوجية هل لها حل؟ ودمعتنا مع الحلقة الثالثة وعنوانها بنك الحب كلنا نعلم أن النشاط المصرفي يقوم على نشاطين رئيسيين السحب والإداع والحقيقة أن المشاعر الإنسانية تتشابه إلى حد كبير مع هذا النظام فكل النظامين يزيدان بالإداع ويقلان بالسحب وقد يجد الإنسان نفسه بسبب عدم فهم لهذا النظام مفلساً مادياً ومعنوياً أيضاً وفي هذا الأمر من المفيد جداً أن تضع لنفسك كشف حساب تماماً مثل ما يأتي إليك من البنك قائمة قائمة بما أوضعت وسحبت وكذلك الرصيد الختامي تصور معي مثلاً أنك فعلت كشف حساب عن هذا الشهر أو هذه السنة من عمرك مع زوجتك وارسم جدولاً به قائمتين رئيسيتين الأولى للإداع والأخرى للسحب في قائمة الإداع سجل كل كلمة حلوة أو موقف جميل أو هدية أو رحلة ممتعة قمت بها مع زوجتك أما في قائمة السحب فضع فيها كل عبارة نقد تفوهت بها أو هجوم أو غضب أو إهانة وحسب بقى يا حلو كم يبلغ رصيدك في النهاية فإذا كان رصيدك في بنك الحب كبيراً مكنك ذلك من أن تغطي أي مسحبات عاطفية طارئة قد تحدث وتذكر أن الرصيد الذي تتخره باق لك عندما تحتاجه في السنوات العجاف فاكر حلم فرعون في سفر التكوين السنابل العجاف يقول كتاب المقدس ثم هوزى سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها تكوين 41-23 هذه المشاعر الإنسانية برضو بيجي عليها وقت أو سنين تكون عجاف لازم يكون عندك رصيد علشان تغطي منه السنين دي فكل كلمة حلوة أو مجاملة ظريفة أو تضحية أو اعتذار أو مساعدة أو خدمة أو بزل يعيش ويدوم بل ويتكاثر بفوائد الحب والنعمة الإلهية فإذا حدث عاصف بينك وبين الشريك حياتك سوف تغطي ودائعك ومدخراتك مصرفاتك ومسحوباتك ولكن لو كان رصيدك من المشاعر صفرا فلن تجد ما يعينك وقت الطوارئ للأسف ستجد حسابك فارغا وقد تعرض زواجك لعواصف رياح تقتلع هدوءك وهنائك وهنا ييجي السؤال المهم ما هي الطريقة التي تمتلك بها رصيدا في بنك الحب إليك سبع معاملات عاطفية هامة تزيد من رصيدك في بنك الحب نمرة واحد تذكر مشاعرك وقت الخطوبة أكيد ابتسامت دلوقتي لما افتكرت يام الخطوبة هو دا اللي أنا أصدع لي بالضبط هل تتذكر كيف كنت تحافظ على مشاعر حبيبتك وتحذر من أن تجرحها؟ هل تتذكر كيف كنت تحرس على مجاملاتها بكلمات رقيقة؟ كيف كنت تحافظ على احترام موعدها والظهور أمامها بأحلى صورة؟ فاكر ليامدي حاول بقى ترجع لنفس المشاعر دي تاني دي أول طريقة تزود بيها رصيدك في بنك الحب لو عايز تعرف بقى المعاملات العطفية استنانا في الحلقة الجاية هنتكلم عن ستة معاملات عطفية أخرى تزود بيها رصيدك في بنك الحب عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة رصيد بنك الحب ده زي الرصيد المشترك يعني أنتو اللي اتنين لازم تعملوا إداع فيه علشان يجبر ويزيد وإلى أن نلتقي سلم على الكنيسة التي في بيتك ترجمة نانسي قنقر